اهلا بكم الى موجز اخبار الان ازداد عضد قتل التفجير الذي استهدف قافلة حافلات خارج حلب يوم امس ازداد الى 126 شخصا على الاقل بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان مشيرا الى انه من المتوقع ان يزداد عدد القتل وكانت القافلة تقل خمسة الاف شخصا على الاقل من بينهم مدنيون وغدد من المقاتلين الموالين للأسد الذين سمح لهم بالخروج الامن من كفريا والفوع تمت عملية التبادل التي تمثل القسم الاول من المرحلة الاولى من اتفاق المدن الاربع بحسب ما نقلت وسائل اعلام عن ناشطين سوريين وذكرت وسائل اعلام ان المرحلة الاولى تمت بوصول الحافلات القادمة من منطقة الزبدان الى مدينة ادلب ودخول الحافلات الخارجة من بلدتي كفريا والفوعة في ريف ادلب الى مناطق سيطرة النظام الاسد في مدينة حلب ذكرت جيش العراقي ان تنظيم داعش استخدم اسلحة كيموية ضد قواته المشاركة في عملية استعادة الموصل ما ادى الى اصابة عدد من افراد تلك القوات واضاف ان تلك الهجمات لم تؤثر على تقدم القوات العراقية التي تشارك في عملية واسعة تهدف الى استعادة مدينة الموصل من ايد التنظيم المتطرف الانه لم يحدد ما اذا كانت الهجمات وقعت داخل المدينة او على مشارفها عثر عمال انقاذ من منظمة المالطية غير حكومية على جثث سبعة مهاجرين من بينهم صبي في الثامنة من العمر في زوارق مهجورة قبالة سواحل ليبيا بحسب ما افادت المنظمة وخفر السواحل الايطالي ونفذت عدة عمليات انقاذية مجددا اليوم طالت الفي شخص بحسب خفر السواحل الايطالية الذين ينسقون عمليات الاغاثة في البحر المتوسط عقب الضربة الامريكية باستخدام ام القنابل ضد سلسلة كهوف يعتقد ان تنظيم داعش ولاية خراسان كان يستعملها انطلقت عملية عسكرية مشتركة شاركت فيها قوات امريكية وافغانية ضد مسلحي التنظيم في المقاطعة المستهدفة بالقنبلة هذا وكشف مصدر مسؤول ان حصيلة القتل جراء الهجوم الامريكي باكبر قنبلة غير نووية من ترسنتها العسكرية ازداد الى 94 قتيلا اعلن الشيخ حمدان بن محمد بن رشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ان الامارة ستحتفل بنهاية عصر المعاملات الورقية الحكومية باصدار اخر وثيقة حكومية مطبوعة بحلول عام 2021 وذلك في اطار رؤية الشيخ محمد بن رشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تحول حكومة دبي نحو النموذج الذكي الى اللقاء